تشكيل الحكومة هو التحدي الأول والأكبر الذي ينتظر عدنان الزرفي رئيس الحكومة الحالية والطريق أمامه كما يعلن الكثيرون لن يكون معبداً خصوصاً أن الأحزاب الموالية لإيران لا ترضى أن تفقد كرسية رئاسة الحكومة بحجة أنها الكتلة الكبرى النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي أكد صعوبة تمرير التشكيلة الحكومية لعدنان الزرفي داخل مجلس النواب في حال لم يحظى الأخير بقبول الكتل السياسي الشيعي المعارضة التي باتت منقسمة أكثر بعد مقتل سليماني الزيادي رأى أن صراع القوى السياسية مستمر بالرغم مما يشهده العراق والعالم بسبب فيروس كورونا لافتاً إلى أن صراعات الكتل هي على المكاسب وليست من أجل العراق كما تقول تلك القوى ما جاء به النائب فالح الزيادي كشفته مصادر تحدثت عن فشل اجتماع الكتل الشيعية بحسم الجدل القائم بشأن تكليف الزرفي وتشكيل حكومته مؤكدة استمرار الخلافات بينها المصادر أوضحت أن الاجتماع الذي حضرته أبرز الزعامات الشيعية بقي في خانة رفض تكليف الزرفي بهذه الطريقة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح وتجاهلها من قبله حيث جددت رفضها تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة لينتهي الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة لتبليغ برهم صالح برفضها الزرفي وترى الكتل المعترضة على الزرفي أن رئاسته للحكومة تشكل خطراً كبيراً لا سيما أنه محسوب على المعسكر الأمريكي في مقابل قوى شيعية بارزة مقربة من إيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي أمام الزرفي اليوم مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلماني لمنحها الثقة إلا أن مهمته لن تكون يسيرة وقد يواجه مصير المكلف السابق لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي الذي انتهت مهمته بالفشل بسبب الصراع السياسي والمحاصصة الطائفية